منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834 لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام النقدي في مصر بل ولم يكن يسكى إلا عدد قليل من العملات وفي عام 1834 صدر مرسوم خبيوي بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة تستند إلى نظام المعدنين الذهب والفضة ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آنذاك وهو القرش وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرا على الحكومة وفي عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول ونظرا لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية ولقد أدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تقبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع وبعدما يقرب من ثلاثين عاما من تقبيق نظام المعدنين وواصل القرش تداوله بحيث يعتبر مئة من الجني مقسما إلى أربعون برة وفي عام 1885 أوقف إصدار البر وأعيد تقسيم القرش إلى عشر أجزاء سميت بعشر قرش حتى تم تغيير الاسم في عام 1916 إلى مليم أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في ثلاث أبريل 1899 وتم توحيد البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري في البنك المركزي المصري في عام 1961 تم تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية الهمة بقوة القانون مما أعطاه قبولا في المعاملات الداخلية وقد أدى هذا لتقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها آن ذات بحيث كان الجنيه المصري يساوي 7.4-375 جراما من الذهب واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914 حيث تم ربط الجنيه المصري بالجنيه الاسترليني بحيث كان الجنيه الاسترليني يساوي 0.975 جنيها مصريا ظل الجنيه المصري مرتبطا بالجنيه الاسترليني حتى عام 1962 حيث تم ربط الجنيه بالدولار الأمريكي عند مستوى 2.3 دولارا لكل جنيها مصري ثم تغير سعر الصرف في عام 1973 إلى 2.555 دولارا لكل جنيها مصري بعد انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر وفي عام 1978 تغير سعر الصرف إلى وفد فاصل 4.2857 دولارا لكل جنيها مصري واحد دولار يساوي 70 قرش وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري وتم تعويم الجنيه جزئيا العام 1989 بحيث أصبح الدولار يساوي 3.3 جنيها إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابته للجنيه توجى البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلا من طباعتها في الخارج ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية وفي ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي 100 جنيهاً 50 جنيهاً 20 جنيهاً حيث أصدر فئة العشرين جنيهاً في مايو عام 1977 وفئة المائة جنيهاً في مايو 1979 وفئة الخمسون جنيهاً في مارس 1993 عملات عدنية متداولة فئات خمساً وعشرين قرشاً خمسون قرشاً واحد جنيهاً أوراق نقدية متداولة للمعاملات الصغيرة فئات خمساً وعشرين قرشاً خمسون قرشاً واحد جنيهاً أوراق نقدية متداولة للمعاملات المتوسطة فئات 5 جنيهات، 10 جنيهات، 20 جنيه أوراق نقدية متداولة للمعاملات الكديرة فئات 50 جنيه، 100 جنيهات، 200 جنيهات أجدد فئة هي فئة للمائتان جنيه، حيث تم طرحها عام 2007 25 يونيو عام 1898 أصدر الخديوي عباس حلمي الثاني جريتو مرسوماً بمنح رفائيل سوارس حق امتياز إنشاء البنك الأهلي المصري ومنح البنك الحق في إصدار أوراق مالية لمدة 50 عاماً يتم قابولها لدفع الأموال الأميرية مع حقية صرف هذه الأوراق بالذهب عند الطلب نص قانون البنك الأهلي على أن يكون غطاء أوراق النقد على أساس النصف من الذهب والنصف الآخر من أوراق مالية تحددها الحكومة المصرية 5 يناير 1899 كان ميلاد الجنيه المصري الأول وتم تثبيت سعر صرف الجنيه الورقي المصري مقابل الذهب بحيث كانت قيمة الجنيه الواحد تساوي 7.43 درامات من الذهب ولم تكن النقود الورقية الزامية ولكنها كانت قابلة للتغيير بالذهب عند الطلب عام 1914 مع اندلاع الحرب العالمية الأولى صدر الأمر العالي من حاكم مصر في الثاني من أغسطس 1914 بوقف صرف هذه النقود بالذهب واعتمادها النقد الرسمي القانوني لمصر وربطها بالجنيه الاسترليني وكان سعر الصرف القانوني للجنيه الإنجليزي 97.5 قرشاً مصرياً الجنيه المصري يساوي 100 قرش عرش العملات ظل الجنيه المصري منذ يومه الأول ولأكثر من 60 عاماً من أعلى عملات العالم قيمة وكان يتفوق على عملات الدول الكبرى بما فيها الجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي وإن كانت قيمته قد تفاوتت عبر السنين نتيجة الأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم في النصف الأول من القرن العشرين كان الارتباط الجنيه المصري رسمياً بالعملة الإنجليزية حتى عام 1947 واضطراراً لعدة سنوات بعد ذلك دور في بعض التراجع الذي شهدته قيمة الجنيه خلال هذه الفترة وإن ظل يحتفظ بمكانته أمام عملات العالم المختلفة وأهمها الدولار تظهر تقارير أسعار صرف العملات الواردة في نشرة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عشرينيات القرن الماضي أن الجنيه المصري كان أعلى العملات قيمة أمام الدولار الأمريكي من بين 39 عملة مختلفة كانت تارد في التقرير بشكل دوري محطات تاريخية يمكن تقسيم المراحل التاريخية التي مر بها سعر صرف الجنيه المصري منذ اعتماده نقداً رسمياً للدولة إلى عدة محطات كالتالي التفوق منذ بداية القرن العشرون وحتى عام 1939 كان الجنيه المصري يساوي خمس دولارات تقريباً ولم تشهد هذه الفترة تراجعاً في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلا لسنوات ثلاث بدأت في عام 1931 بعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني وتبعه في ذلك باقي العملات المرتبطة به انخفض سعر صرف الجنيه المصري عام 1931 ليساوي 4.6 دولارات ثم انخفض إلى 3.6 دولارات عام 1932 قبل أن يبدأ في الارتفاع مجدداً عام 1933 بعد قرار الولايات المتحدة خفض الدولار الأمريكي إلى 59.6% من قيمته المعدنية في مارس 1933 ليصبح الجنيه مساوياً لـ 4.34 دولارات سريعاً عاد الجنيه المصري بقوة في العام التالي 1934 ليتجاوز الخمسة دولارات 5.16 دولارات وظل خلال السنوات التالية متجاوزاً حاجز الخمسة دولارات حتى بدأ في التراجع عام 1939 مع بداية الحرب العالمية الثانية تراجع محدود ظل الجنيه المصري يتراجع منذ بداية عام 1939 حتى وصل في سبتمبر شهراً بلاع الحرب العالمية الثانية إلى 4.32 دولارات ولعشر سنوات استقر سعر الجنيه عند أربع دولارات تقريباً قبل أن يتراجع بنحو 30.5% في سبتمبر 1949 قبل ذلك التاريخ بعامين وتحديداً في يوليو 1947 فكت مصر ارتباط عملتها الرسمي بالجنيه الاسترليني وسبق ذلك انضمامها إلى صندوق النقد الدولي وكانت قيمة الجنيه المصري في ذلك الوقت تساوي 3.67 درامات من الذهب الخالص وتعادل 4.13 دولارات رغم فك الارتباط مع العملة الإنجليزية ظل الجنيه المصري متأثراً بتقلبات الجنيه الاسترليني لأن غطاءه النقدية كله تقريباً كان لا يزال مكوناً من سندات بريطانية لذلك فعندما خفض الجنيه الاسترليني في سبتمبر سنة 1949 بمقدار 30.5% من قيمته تابعه الجنيه المصري بعد ربع ساعة فقط بنفس القيمة لتمخفض قيمته إلى 2.87 دولار استقرار نسبي منذ ذلك التاريخ أصبح الدولار الأمريكي يساوي حوالي 35 قرشاً تقريباً وهو السعر الذي استمر حتى عام 1961 قبل أن ينخفض الجنيه قليلاً ليصبح سعر الدولار 40 قرشاً عام 1962 ثم 43 قرشاً منذ عام 1963 إلى عام 1972 وفق البيانات المتاحة في قاعدة بيانات البنك الدولي عن العملة المصرية عاود الجنيه الارتفاع عام 1973 ليتراجع سعر الدولار إلى 40 قرشاً ثم 39 قرشاً حتى عام 1978 عام 1979 خسرت العملة النصرية نصف قيمتها تقريباً عن تهاج سياسة الانفتاح ليصل سعر الدولار إلى 70 قرشاً وظل الجنيه مستقراً لتسع سنوات قبل أن تتراجع قيمته مجدداً عام 1989 حيث وصل سعر الدولار 87 قرشاً تراجع بلا عودة مع بداية التسعينيات وانتهاج سياسة الإصلاح الاقتصادي بدأ الجنيه يتراجع بشدة مفصحاً الطريقة للدولار ليتجاوز العملة المصرية للمرة الأولى منذ أكثر من 9 عقود ووصل سعر الدولار إلى 1.5 جنيه عام 1990 وفي العام التالي وصل الجنيه التراجع وقفز الدولار إلى 3.14 جنيهات واستمر التراجع ليستقر سعر الدولار عند 3.39 جنيهات بين عامي 1994 و1998 ظل الجنيه يتراجع تدريجياً حتى تجاوز الدولار حاجز 4 جنيهات عام 2002 ثم جاء قرار التعويم الكامل للجنيه في 2003 لتتهاوى قيمته ويصل متوسط سعر الدولار إلى 6.28 جنيهات عام 2004 قبل أن يتراجع قليلاً ويتذبذب صعوداً وهبوطاً إلى مستوى 5.9 جنيهات للدولار عند قيام ثورة 25 يناير عام 2011 بعد الثورة تعرض الجنيه لمراحل أخرى من التخفيض أمام الدولار الذي ارتفع سعره لأكثر من 6 جنيهات ثم تجاوز 7 جنيهات ليصل إلى 7.7 جنيهات عام 2015 ثم 8.88 جنيهات في مارس 2016 بين التعويم والاستقرار 3 نوفمبر 2016 قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه تعويم الجنيه ليسجل الدولار سعر 13 جنيه وظل الجنيه في تراجع أمام الدولار الذي وصل إلى أعلى سعر له في 24 يناير 2017 عندنا بلغ الدولار 18.94 جنيه قبل أن يدأ في التراجع تدريجيا خلال الأعوام التالية حتى وصل إلى 15.66 جنيه في 20 مارس 2022 21 مارس 2022 استيقظ المصريون على حلقة جديدة من مسلسل تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في إطار ما قالت السلطة إنها محاولة لتجاوز التدعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا قفز متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية ليصل إلى 18.26 جنيه للبيع و18.17 جنيه للشراء ثم ارتفع إلى 18.55 للبيع و18.45 للشراء في اليوم التالي قبل أن يتراجع إلى 18.42 للبيع و18.32 30 جنيه للشراء بنهاية يوم 23 مارس 2022 مايو 2022 قرر البنك المركزي رفع معدلات الفائدة 2% دفعة واحدة بعد زيادتها في مارس 2022 بمعدل 1% في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ 13.1% في أبريل 2022 مسجلا أعلى معدل له منذ ثلاث سنوات ومن أجل جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق المحلية إن خفض سعر الجنيه إلى 30 في البنوك وفي السوق الموازية السوداء تراوح سعره ما بين 40 و50 جنيها للدولار تتوقع وحدة أبحاث الإيكونوميس أن يستمر سعر الجنيه في التراجع أمام الدولار في لال السنتين المقبلين أي حتى عام 2026 ليلامس 80 جنيها بالدولار رسميا رفع قيمة الجنيه المصري من فلال التنمية في الإنتاج والتصنيع والزراع تواجه العديد من الدول تحديات اقتصادية تتطلب جهودا متعددة لتعزيز الاستقرار المالي ورفع قيمة العملة الوطنية فيما يلي نقدم استراتيجية محتملة لرفع قيمة الجنيه المصري من فلال تعزيز الانتاج والتصنيع والقطاع الزراعي تعزيز الانتاج تحسين بيئة الاستثمار يجب على الحكومة العمل على توفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع على المشاريع الانتاجية من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز للمستثمرين تنمية الصناعات الاستراتيجية توجيه الاستثمارات نحو صناعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعات الثقيلة والتكنولوجية لتحقيق تنوي دفرسيفيكاشن في الاقتصاد تطوير البنية التحتية الاستثمار في بنية التحتية مثل النقل والطاقة يعزز الانتاجية ويسهم في تقليل تكاليف الانتاج تعزيز التصنيع تطوير الصناعات التحويلية دعم الصناعات التحويلية يعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويسهم في تحسين التوازن التجاري تعزيز البحث والتطوير استثمار في البحث والتطوير يساهم في تحسين جودة المنتجات وتطوير تكنولوجيا التصنيع تعزيز التصدير فتح المزيد من الفرص للتصدير يزيد من الإيرادات بالعملة الصعبة ويقوي الاقتصاد الوطني تعزيز الزراعة تحسين كفاءة الانتاج الزراعي استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الزراعة المستدامة تسهم في زيادة الانتاج وتحسين جودة المنتجات تشجيع الاستثمار في البنية الريفية تطوير البنية التحتية الزراعية يسهم في تعزيز الانتاج وتقليل فاقد الانتاج توفير الدعم للمزارعين تقديم الدعم المالي والتدريب للمزارعين يعزز انتاجهم ويسهم في تحسين دخلهم التوازن والتكامل ضرورة تحقيق توازن بين الانتاج والتصنيع والزراعة تعزز استقرار الاقتصاد وتعزز القيمة الوطنية للجنيه المصري تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة يسهم في تعزيز الاستدامة والتنمية الشاملة في الختام يعتبر رفع قيمة الجنيه المصري تحديا معقدا يتطلب تمسيقا فعالا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال تعزيز الانتاج والتصنيع والزراعة يمكن تعزيز استقرار العملة وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر شكرا جزيلا لكل مشاهدين الاعزاء على دعمكم ومتابعتكم المستمرة لقناتنا نقدر تفاعلكم الايجابية والدعم الذي تقدموه لنا نحن نسعد بوجودكم وتواصلكم الدائم ونتمنى ان يكون محتوانا قد اضاف قيمة لحياتكم ندعوكم بكل حب واحترام للمساهمة في تعزيز قناتنا عبر الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات ليصلكم كل جديد لا تتردد في مشاركة ارائكم وتجاربكم من خلال الاعجاب التعليق والمشاركة في المحتوى نتمنى لكم دوام التقدم والنجاح في حيواتكم العملية والعلمية والشخصية لا تتردد في مشاركة افكاركم وطلباتكم حيث نسعد بان نكون جزءا من رحلتكم نحو التطوير والتحسين المستمر شكرا لكم مرة اخرى ونتطلع الى رؤيتكم في المحتوى القادم